اشتركوا في القناة اتأمل معكم القليل فقط من اعجاز هذا الجزء الله تعالى يقول هل تعلمون يا احبتي ان سبب الانهيار الاقتصادي لكثير من الدول وسبب المجاعات وسبب الحروب وسبب الفقر وسبب البطالة كل هذه الاسباب سببها الربا الربا ماذا صنع في العصر الحديث جعل الثروة تتركز في يد اشخاص قليلين يعني اقل من واحد بالمئة من سكان العالم يمتلكون معظم ثروة العالم وتسعة وتسعين بالمئة تقريبا يعني الشيء القليل يملكونه عدم التوازن هذا هو الذي سببه الربا وهو الذي سبب هذه المشاكل التي نعيشها اليوم في العصر الحديث الله تعالى عندما أعطانا هذا التشريع الإلهي الرائع لا تأكل الربا أضعفا مضاعفا إنما أراد لنا الخير أراد لنا السعادة منع تركيز المال بيد فئة قليلة لأن هذا المال هو حق للبشرية كلها لكل البشر وليس لأشخاص محدودين إذن هنا يتجلل إعجاز التشريعي في هذه الآية أن القرآن أشار إلى كارثة يمكن أن تتطور فيما لو أكل الناس الربا وبالفعل حدثت وتحدث كل يوم كما نرى أمامنا ولكن بالمقابل في سورة آل عمران علاج علاج لأمراض العصر الله تعالى يقول الذين ينفقون في السراء والضراء أولا الإنفاق أحدث بحث علم يقول لك إذا أردت أن تكون سعيدا عليك أن تنفق المال لا أن تأخذه لأنهم وجدوا أن إعطاء المال لمن يحتاجه الإنفاق الصدقة يعزز لدى الإنسان شعور بالسعادة من خلال إفراز بعض الهرمونات في الدماغ المسؤولة عن سعادة الإنسان تصوروا يعني أولا أولا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ثانيا والعافين عن الناس العفو في بحث علم يقولون العفو عن الناس ينشط النظام المناعي للإنسان تصور شيء غريب سبحان الله أنك عندما تنفق تكسب السعادة عندما تكظم هذا الغيظ تتجنب الكثير من المشاكل وعندما تعفو عن الناس فإن هذا يؤدي لصحة أفضل بسبب أنك تفيد نظامك المناعي العفو عن الناس والله يحب المحسنين ثم يقول تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذه وصفة علاجية أيها الأحبة لكثير من مشاكل العصر معظم مشاكل العصر ما سببها الحسد البغضاء عدم حب الخير للآخرين عدم التسامح مع الآخرين عدم العفو عن الآخرين وبالتالي تحدث هذه المشاكل وهذه الهموم إذن القرآن من خلال هذا التشريع الإلهي الذي يتوافق مع العلم أراد لك الحياة السعيدة المطمئنة نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة